موسيقى ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثة حذيثة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلى الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل له قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك إذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذى له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجي الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حفتي الصراط كلاليب كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش الناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خليفا رواه مسلم قال النووي قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أيضا فيه بيان مكانة الأمانة وعظيم منزلتها وأن الأمانة ترسل مع الرحم فيقومان جنبتي السراط ولا شك أن هذا القيام للأمانة والرحم جنبتي السراط يوم القيامة يدل على مكانة الأمانة العظيمة ومكانة الرحم أيضا العظيمة ومنزلتهما العلية في دين الله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث أن الله سبحانه يجمع الناس يوم القيامة وأن الجنة تزلف أي تدنى وتقرب وازلفت الجنة للمتقين أنها تدنى وتقرب منهم فيأتون آدم ويطلبون منه أن يستفتح لهم الجنة أي يطلب منهم يطلبون منه الاستفتاح لدخول الجنة والجنة لا تفتح إلا بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيأتون إلى آدم ويطلبون منه أن يستفتح لهم الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك لست بصاحب ذلك فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وأيضا يقول لهم لست بصاحب ذلك يعتذر عن هذا الأمر ويحيلهم على موسى عليه السلام ويقول إنما كنت خليلا من وراء وراء وهذا مر شرحها وبيان معناها عند الإمام النووي رحمه الله فيذهبون إلى موسى ويعتذر أيضا ويحيلهم على عيسى كلمة الله وروحه ويعتذر أيضا ويحيلهم على محمد عليه الصلاة والسلام فيقوم أي بهذا المقام مقام الشفاعة ويشفع فيؤذى له وجاء في الحديث الآخر أنه يسجد تحت العرش ويعلمه الله محمد في ذلك الوقت ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة وفيه تعظيم شأن الأمانة وتعظيم شأن الرحم وأنهما يقومان هذا المقام يوم القيامة على جنبتي الصراط مما يدل على المكان العظيم لهما ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مرور الناس على الصراط الذي ينصب على متن جهنم وأن مرورهم عليه يتفاوت بحسب تفاوتهم في الأعمال إلى أن تعجز الأعمال فمن كانت أعماله كثيرة ومستوفية للشروط والأركان والواجبات وله عناية بالأعمال ومحافظة عليها فهذا أسرع من غيره ومن ضعفت فيه الأعمال أيضا ضعف سيره فإذا بحسب سير الإنسان في العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا وإقبال قلبه عليه وعنايته به يكون سيره على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة ولهذا ذكر تفاوتهم قال كمر الريح كمر الطير شد الرجال إذن فيه تفاوت بينهم تجري بهم أعمالهم وتأمل أيها المسلم رعاك الله قول النبي عليه الصلاة والسلام تجري بهم أعمالهم أي أعمالهم هي التي تحملهم على الصراط وهي التي تجري بهم على الصراط كلما قوية الأعمال قوية السير وكلما ضعف السير ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم وهذه شفاعة منه صراط الله وسلامه عليه حتى تعجز أعمال العباد حتى تعجز أعمال العباد أي تعجز عن حمل صاحبها والسير به لضعفها الشديد حتى يجي الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا يعني ينجو لكن لو يمشي زحفا على الصراط إلى أن يعبر إلى الجهة الأخرى حيث النجاة والسلامة وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به أي تخطف الناس بحسب ما عندهم من أمور استوجبت دخولهم للنار وهي الشبهات والشهوات مثل ما أن الشبهات والشهوات خطفتهم عن السير في العمل الصالح في الحياة الدنيا وجنبتهم الصراط فهناك كلاليب تخطف الناس من خطفته الشبهات والشهوات في الدنيا عرضه لأن تخطفه الكلاليب المعلقة المأمورة بأخذ الناس وخطفهم بأعمالهم فمخدوش الناج ومكردس في النار يعني منهم من يصاب بخدش وينجو ومنهم من يكردس أي يلقى ويطرح في النار ثم ذكر أبو هريرة عمق النار قال والذي نفس أبي هريرة بيد إن قعر جهنم لسبعون خليفا والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح وهو حديث عظيم في باب الأمانة وعظيم شأنها وأهمية المحافظة عليها ونسى الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين للأمانة والحافظين للأهد وأن يوفقنا أجمعين لسديد القول وصالح العمل وأن يصلح لنا شاننا كل وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الراحيم hubungan الراحيم ini nanti di hari kiamat akan diutus secara bersamaan dan akan berdiri di samping kanan dan juga kiri السرط ini menunjukkan tentang bagaimana kedudukan amanat dan juga rahim di dalam agama kita dan juga di dalam hadis ini Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan akan didekatkan surga kepada orang-orang yang beriman dan bahasanya orang-orang yang beriman akan meminta dibukakan pintu surga dan mereka akan datang kepada Nabi Adam kemudian untuk dibukakan pintu surga untuk dimintakan dibukakan pintu surga tapi Nabi Adam iktidar beliau merasa tidak berhak dengan perkara ini kemudian beliau menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Ibrahim beliau juga iktidar yang tidak bisa karena beliau tidak berhak kemudian Nabi Ibrahim menyuruh manusia untuk pergi ke Nabi Musa beliau juga merasa tidak berhak kemudian Nabi Musa menyuruh manusia ke Nabi Isa sampai akhirnya sampai lah manusia kepada Nabi Muhammad S.A.W. akhirnya beliau S.A.W. yang memintakan untuk manusia kepada Allah supaya dibukakan pintu surga dan beliau syafaat ini adalah khusus beliau S.A.W. kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah S.A.W. menerangkan kepada kita tentang bagaimana manusia ketika melewati sirot jembatan yang berada di atas neraka dimana manusia mereka berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan amalnya apabila amalnya ini banyak dan juga sesuai dengan syarat-syarat rukun dan kewajiban yang ada di dalamnya maka semakin dia cepat ketika melewati sirot akan tapi semakin lemah amalannya maka semakin lambat juga dia melewati melewati sirot sehingga di dalam akhir hadis ada seorang laki-laki yang datang dan melewati sirot dalam keadaan merangkak karena amalannya atau imannya yang sangat lemah kemudian juga beliau menyebutkan di akhir hadis bahwasanya di samping kanan-kiri sirot ini nanti ada kail-kail dari besi yang mereka diperintahkan untuk mengambil atau mencabik orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dicabik sehingga ada diantara orang yang lewat tercabik-cabik akan tapi dia akhirnya selamat sampai ke surga tapi ada diantara mereka yang terjatuh di dalam neraka jadi hadis ini adalah hadis yang agung tentang masalah amanat dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mendapatkan amanat